الثالث والرابع بس راح يكون النظام غير من خمس مباريات يعني لازم تفوز ثلاث من ثنتين يعني تفوز ثلاث أو يعني إذا فاز ثنتين وخسر ثنتين نلجأ إلى الفصالة وأمامنا له ركتور النجم المتعلق في المباراة السابقة لعب مباراة كبيرة مباراة كبيرة شار فيها نادي القاسية وحاول حاول في ظل قياب دويري دويري ما كان متواجد مع الفريق وأيضاً عندنا وليام وليام من المحترفين المميزين في نادي كاظمة ومعه أيضاً ركتور من اللاعبين المميزين اللي شاهدنا في بطولة وصل وقبل أن نبتدين مباراة أحب أذكر يوم الساعة ثمان تابعوا نادي الكويت مع نادي المنامة في لقاء مهم إن شاء الله الفوز الفوز يكون لنادي الكويت ممثلنا في بطولة قرب آسيا الساعة ثمان في المنامة وانتمنى إن شاء الله يعني المباراة منغولة منغولة إن شاء الله شوف على إحدى القنوات في تلفزيون دورت الكويت وانتمنى الفوز للعميد الكويتاوي المباراة طبعاً بالكرة القبز والحيازة لنادي القادسية عبد المحسن الموسوي الحكم سالم الحزاع يدرب نادي القادسية المدرب القديم الجديد اللي هو جوردانكو ونادي الكاظمة فانيا ومدرب أيضاً مميز هذا هو الدويري يشارك في اللقاء اليوم عبد المحسن الموسوي روبرت يعطيها لصالح ليوسف اللي قدم أداء جداً مميز في المباراة السابقة ولكن تنتهي زمن أو ينتهي زمن الهجمة اللي هو الـ 24 ثانية هو الكرة لنادي كاظمة عبدالله إبراهيم يعطيها لساحر الكرة الكويتية أحمد البلوشي مراقبة روبرت من نادي القادسية يشوف باقي من زمن الهجمة 12 ثانية روب ركتور ركتور يحاوه شوفه شوف دون مفتوح ولكن بلوكشت حلوة من صالح ليوسف وهجمة سريعة من الدويري إلى حلوة 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 يا عبدالله توفيق العائد العائد إلى نادي القادسية في آخر مباريات شارك فيها عبدالله توفيق دين جميل اثنين لا شيء ثلاثية من عبدالله إبراهيم ولكن ياخذها الدويري يعطيها لي روبرت اليوم راح تكون مبارات حامية القادسية ما يبي يطلع خالي الوفاق في هذه البطولة يبي يأجل شوف شوف تمريرها الحلوة ل صالح ليوسف ولكن ضاعت ضاعت منك يا عبدالله شوف عبدالله إبراهيم بلوشي خلصها يا بلوشي تروح إلى وليام ركتور باقي ثم عشتانية ركتور ثلاثية يسجلها ويسددها حلوة ثلاثة ثمين تقدم نادي كاظمة روبرت نادي القادسية مراقبة عبدالله إبراهيم يعطيها لي عبدالله إبراهيم محسن موسوي محسن موسوي أيضا نقدم أداء جدا مميز في المبارات السابقة يضيعها شوف روبرت ولكن الساحر أحمد البلوشي معاه الكرة وهجم سريع لنادي كاظمة رايح على السلة لبلوشي وضايعها ضايع ياخذها الدويري ياخذ الدويري قطعها حلوة قطعها 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 عبدالله إبراهيم شوف هذا إزعلان عليها روبرت كانت الكرة معاه رايح فيها فاست بريك وشوف الحكم مصفر مصفر رشيد يأشر شوف شوف هذا هو الدويري والتمرير أشوف يعني والله ما حد لمسها ما حد لمسها ما حد لمسها والكرة تبقى لنادي القادسية روبرت يعطيها لحمد لدويري لدويري رايح على السلة ومعاه ويلي ويلي لاعب يعني من ناحية الجسمانية يقدر يقدر على لحمد لدويري ومحسن مسوي يخلصها ثلاثية جميلة في سلة نادي كاظمة خمسة ثلاثة حلوة محسن مشاقب وركتور وشوف شوف 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 كرة مشتركة ولكن شوف أوسايد أوسايد طلعت الكرة والله مع أن يعني اللاعب أخذ فيها يعني زلق بالكرة تعتبر هذه مخالفة مخالفة في كرة السلة مخالفة الووك والكرة مع عبدالأبراهيم يبحث عن ثلاثية ويسجلها عبدالأبراهيم ستة خمسة اليوم اللعبة المباراة ستكون نارية حتى النهاية ونتمنى ذلك عشان نستمتع ويستمتع معاننا المشاهد عبر القناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت وعبدالنحسن الموسوي مع الكرة شوف محسن حلوة أيضا تمريرة ما هي ما هي تمريرات الأرضية مع نادة القاسية بلوشي عزيز الحميدي ثلاثية و الضيق شوف يأخذها ركتور ركتور يحاول فاول 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 على صالح اليوسف يعني أنا هذا الفاول يعني يعني صعب أن اللاعب يعمل فاول مثل هذا الفاول بسيط يا صالح وتعطي فرصة لأنت تخسر أنه يتبقى لك فقط أربع فاولات وفريقك يحصل على خطأ الكرة من البلوشي إلى وليامز و صالح اليوسف أيضا يعمل الخطأ الثاني شوف هذا الكلام اللي أنا قلته عمل خطأ الأول والآن خطأ أين على صالح اليوسف شوف شوف يعني الخطأ السهل اللي نعمل على ركتور وخطأ على وليامز وهناك رميتين وستة خمسة وتبديل شوف خروج صالح اليوسف ودخول عبد الرحمان السهو العائد من اللي صاب نتمنى لكل يعني التوفيق في هذه الإمبارات وليامز الحكم هادي سعود والحكم مصفر الرشيدي والحكم سالم العنزية ديرون هذا اللقاء وليامز يسجل وتقدم نادي كاظمة سبعة خمسة رمية الثانية لوليامز يسجلها وليامز حلوة ثمانية خمسة لعبين اثنين فقط سجلوا من نادي القاسية ثلاث لعبين سجلوا من نادي كاظمة والكرة مع روبرت لمحسن المسويت رجع للكرة محسن محسن يحاول شوف يعطيها للدوار الدوار يقعد يلعب برا لنتيجة ضغط وليامز تحت السلة شوف محسن المسوي وضيع ياخذها احمد البلوشي وهجم سريعة من نادي كاظمة توصل للعزيز الحميدي ربتر ثلاثية الله عليك الله عليك ربتر حلو 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 امية اهد 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 عش خمسة امية من اهد عش خمسة وست دقايق ست دقايق يتفق من ربع الاول والكرة مع روبرت كاظمة افضل حتى الان روبرت يحاول يخترق حلوة وياخذ فاول فاول على وليام شوف الحكم سالم الهزاع وخطأ على الرقم اه 22 شوف على وليام على وليام رقم 22 و شوف فاول وهناك رميتين رميتين شون فاول عليك يا وليام وليام عليه فاول واحد وصالح ليوسف فاولين وعندنا رميات للمتألق دائما روبرت روبرت مع الكرة روبرت روبرت يسدد وضيع الكرة والكرة توصل الى عبد العزيز اللحمدي وضيع توصل الى النادر القاسية احمد دويري يعطيها لم يحسن المسوي روبرت روبرت مع الكرة 11 6 روبرت يخترق وحلوة يسجلها روبرت لعب مميز في نادي القاسية روبرت مسجل حتى الآن ثلاث نقاط الكرة مع عزيز الاحمادي عزيز شوف يعطيها لأحمد البلوشي ويلعبها خلفية حلوة حلوة خلصها خلصها أحمد البلوشي ويتقدم الآن نادي كاظمة 13 8 5 دقايق طاف من الربع الأول الموسوي العبد الرحمن السهول الموسوي يحاول على البيسلاين حلوة ولكن تلمس البرد من تحت والكرة تنتقل لنادي كاظمة ركتور ثلاثية من ركتور الله الله عليك ويعني يخلي مدرب نادي القادسية جوردانكو يقضي بوقت مستطاع بعد أن أصبح النتيجة 16 8 دبل سكور دبل سكور ونترك مع مخلجتنا كوثر عباس ولقطات جميلة من المباراة خلنشوف إذا كان في لقطات نقدر نشوف ترجمة نانسي قنقر رجعنا إلى جواء المباراة وسالم سالم الهزاع وعبد الرحمن عسه والنتيجة 16 ثمانية وباقي أربع دقائق و47 وروبرت مراقب من عبد العزيز من عبد الله إبراهيم الكرة توصل إلى مشاري بدهوم لأحمد الدويري إلى روبرت شوف يعني روبرت القصير هو اللي قاعد يلعب داخل الزون وأحمد الدويري قاعد يلعب بالخارج والكرة لأحمد لأحمد عبد الرحمن حلوة 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 والله جميلة يا أحمد لبلوشي ساحر حتى في تمريراتك يا أحمد لبلوشي ويا ويليامس حلوة حلوة عشر نقاط 18 روبرت والله اليوم مباراة مفتوح نشوف إن شاء الله مباراة جميلة عبد الله توفيق حلوة حلوة يا عبد الله توفيق أيضا نسجل ثلاثية جميلة هذا اللاعب الأنيق عبد الله توفيق ثلاثية ضائعة من اللي هو عزيز الحميدي يأخذها روبرت مراقبة عبد الله توفيق شوف روبرت فاول فاول يحسب الحكم لأنه كان في حالة الدخول على السلة ويسجلها روبرت بدأ روبرت يتحرك بدأ روبرت يسجل عنده خمس نقاط وأفضل نسجل في المباراة ركتور شوف شوف هذا الخطأ على عبد الله توفيق يعني شوف يعني في قاعدة قاعدة احنا تعلمناها في الدفاع خلي الهجوم أمامك وانت خلي ظهرك للسلة ولكن في هذه الحالة يعني تخطى ركتور عبد الله إبراهيم كل سهولة وأخذ منه فاول وسجل نقطتين وسجل رمي الإضافية وقلص الفرق لأربع نقاط وعبد الله إبراهيم مع الكرة يعطيها لي أحمد البلوشي لبلوشي للحمدي شوف لحمدي سيد الثلاثية ضائعة يأخذها وليامز وليامز دائما موجود في تحسلة نادي كاظمة عبد الله إبراهيم يعطيها لحمد البلوشي ثلاثية وضع الكرة أدويري لمشاري حسين ودهوم مشاري يعطيها لروبرت ولكن أيضا اليوم التمريفات الأرضية ما هي ماشية مع نادي القاسية حتى الآن أربع تمريرات كلها موصلت إلى اللاعبين لأن التوقيت طبعا يعني التوقيت يكون غير غير مناسب في استلام الكرة ولا لا يستلم اللاعب الكرة والكرة مع ركتور ركتور مع الدويري يخطفها الدويري يأخذها منه وليام شوف صراع الجبابير الآن بين وليام وأحمد الدويري لثمين اجسامهم ما شاء الله شوف 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 فانيا بأخذ وقت مستقطع علشان يوقف تقدم نادي القادسية في . الاحتياط كالماء وتوجيهات كابتن هانية مدرب وهذا هو الجردانكو القديم الجديد هو كان مدرب نادر قاسية فيما يقارب قبل عشر سنوات وعاد إلى نادر قاسية ويعني الصراحة انقلب حال نادر قاسية في بدة قصيرة بعد السلام جردانكو لأنه يعرف لعب نادر قاسية ويعرف طبيعة نادر قاسية وقدر يتعامل مع الظروف اللي موجود فيها نادر قاسية وفي اللقاء السابق أدى مباراة جدا كبيرة وانتهت بفارق قليل ما بين نادي كاظما نتيجة 89-83 بفارق 6 نقاط واليوم حتى الآن نادي كاظما تقدم فارق نقطتين عبدالطيف السعيد ودير كرة السلة وعضو مجلس إدارة نادي كاظما وأحمد اللي بلوشي العبها لركتور شوف ركتور يحاول اللي أحمد لبلوشي بلوشي في فاول فاول على عبدالله توفيق عبدالله توفيق أيضا شوف مثل هذه الفاولات السهلة يعني تأمل فاول سهل أنتهي مثل ما صالح يوسف أخذ لفاولين أيضا عبدالله توفيق الآن عنده فاول واحد فاول واحد ومسجل خمس نقاط عبدالله توفيق والكرة مع ركتور سد الثلاثية ركتور الله عليك الله عليك ركتور يعني لاعب مميز لاعب روعة ركتور تسع نقاط مسجل حتى 12 نقطة 12 نقطة مسجل مع الثلاثية هذه 12 نقطة شوف مراقب روبرت من يوسف برحمة شوف الدوار يسدد والسلام عليك يا عبدالرحمان كانت سهلة يا عبدالرحمان السهل وضيع هجمة على نادي القاسية الساحر أحمد البلوشي وآخر دقيقتين من زمن الربع الأول وفاول فاول فاول صالح أحمد البلوشي شوف يقول فيه ضربه على الرأس يعني ضربه على الرأس شوف فيه رميتين شوف شوف فاول فاول على عبدالله توفيق يعني شوف الآن عبدالله توفيق عليه فاولين صالح لي وشوف يعني نفس الحالة يا عبدالله توفيق عملت لك فاول سهل وأخذت فاول الآن شوف فاولين وقادر الآن عبدالله توفيق يحتفظ فيه المدرب للثلاث الأرباع القادمة إن شاء الله أحمد البلوشي يسدد ويسجلها حلوة اثنين وعشرين ستة عشر دقيقة واربع وخمسين ثانية مباراة جميلة حتى الآن وبلوشي يقدم لسكولي صالح نادي كاظمة ثلاثة عشرين ستة عشر روبرت المراقب جيدا حتى الآن نسجل ست نقاط مع عزيز ريحان شوف عبدالرحمن السهو سجل له ثلاثية جميلة حلوة عبدالرحمن تسعة عشر ثلاثة عشرين والفرق أربع نقاط وليامز لروبتر ربتر مع الكرة شوف يحاول معه مشارب ودهو مسجل وضيع وليامز وليامز موجود ولكن الدواري يعمل له بلوك شوت والكرة توصل لروبرت أحمد الدواري يعطيها لي عبدالرحمن السهوي بيسد ثلاثية مشاري بدهوم الله عليك مشاري حلو حلوة مشاري حسين بدهوم يقلص الفرق الآن إلى نقطة نادي كاظم يتقدم ولكن يعود نادي القاسية بسرعة ويقلص الفرق ويعود إلى أجواء المبارات وباقي ثمانية واربعين ثانية والكرة مع أحمد لبلوشي يعطيها لي وليامز ويسد أو يسددها وليامز بالمربع ويسجل حلوة نقطتين خمسة وعشرين اثنين وعشرين آخر ثلاثة وثلاثين ثانية والكرة معه روبرت شوف عزيز رحان ما هو ما أعطيه فرصة شوف شوف روبرت ويأخذ فاول يأخذ فاول يأخذ فاول يعني كأن يعني يترك ليأخذ فاول في الوقت المناسب وحصر على فاول خمسة وعشرين اربعة وعشرين رجعت النقطة والآن في رمية دكتور بدأ يسجل ثمان شوف 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 هذا الظروة من اعتقد وليامز وليامز عليه فاولين وهذا هو روبرت روبرت لاعب مميز في نادي القادسية سجلها حلوة تعادل تعادل هناك تبديل خروج روبرت ياخذ يعني اربع وعشرين ثاني راح قبل بداية الربع الثاني يوسف برحمة لبلوشي ليوسف برحمة تعادل خمسة عشرين خمسة وعشرين عزيز ريحان ليحمد لبلوشي لبلوشي حاول يخترق لبلوشي أهل هام عليك والله ساحر والله ساحر يحمد لبلوشي عمل فاك فض نفسه وسجل بكل سهولة حلوة حلوة ثلاثية الله عليك في الثانية الأخيرة يسجلها مشاري بدهم حلوة القادسية هموة همانية حنشوف هنشوف إحمد نفسه قبل أن أتضل هنشوف شوف شوف هذه ثلاثية إمشار ونبدأ نشوف ثلاثية إحمد لبلوشي نبدأ الثلاثية اللي هو تسجيل أحمد بلوشي الفيك الفيك اللي عمل أحمد بلوشي آخر آخر تسجيل نقطتين ولكن ما علي نشوفها مع بداية الربع الثاني نشوف اللقطة الجميلة اللي أحمد بلوشي اللي هي يعني خلى اللعبين يفتحون افتحوا المجال وسجلها بكل حرفنا شوف 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 الفيك شوف شوف يا سلام عليك يا سلام عليك يا أحمد بلوشي شوف 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 شون يا سلام لما تقول ساحر الكرة الكويتية هذا هو ساحر الكرة الكويتية ويسجلها حلوة أحمد بلوشي حلوة نترككم الآن مع السراحة قصيرة ونشوف المدرب نادي كاظما اشتركوا في القناة 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 الدفاع من عزيز الحميدي يحاول يتخلص روبر شوف سريع 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 يعني خطواته سريعة والكرة مع وليامز يعطيها لعزيز عزيز الحميدي الى يوسف برحمه شوف الى وليامز تحت السلة شوف الدفاع القوي ولكن هناك خطأ وإشارة واضحة من الحكم هادي سعود وأوساج صالح نادي شوف 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 الدفع دفع في دفع اللي صالح وليامز يعني لاعب ثقيل ودفع ياخذها في فاول لصالحه وليامز خروج يحمد دواري اللي لم يسجل حتى الآن ولا نقطة ودخول ابن المحسن الموسوي صالح اليوسف الكرة لي ربتور ربتور ثلاثية من ابعيد واضيع وياخذها عبد الرحمن السهو يعطيها لي روبرت 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 شوفي لعبد الرحمن السهو السهو يعطيها لي صالح اليوسف صالح اليوسف يحاول ولكن تنقطع الكورة وفاول فاول على منو حكم سالم هزاع نشوف الفاول على منو على من الفاول شوف صالح اليوسف على عبد الرحمن السهو على عبد الرحمن السهو ورحمن السهو عنده ثلاث اقطاع شخصية الآن عمل ثلاث اقطاع شخصية صالح اليوسف خطأين عبد الله التوفيق خطأين نادي كاظما وليامز عنده خطأين والحكم مسفر يقول هناك رميتين لأنه على نادي القاسية بلنتي يعني في وقت مبكر جدا بعد ثلاث دقائق نصف كابتن الملك عبد الله الصراف واللاعب التونسي صالح الماجري وحديث حول المباراة ونشوف عندنا الحكم سالم العنزي وهناك رميتين لعزيز الحميدي يعني ست دقائق وخمسين ثانية أي خطأ على نادي القادسي رح يكون جزاء رميتين بسبب ارتكاب الأخطاء الشخصية ويضيع الكرة منك يا عزيز والرميات مهمة يا عزيز الحميدي ويضيعها الثانية يحاول يأخذها برحمة ولكن الحكم سالم العنزي يقول سالم هزاء وصالح نادي كاظما شير الكرة عزيز تبديل دخول الدواري وخروج عبد الرحمن السهول لأنه عليه ثلاث أقطاء شخصية عزيز الحميدي فاول على محسن بوسوي رميتين 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 كابتن هادي صح لأنه على نادي القاسية بلنتي أي خطأ رح يكون جزاء رميتين وأربع وثلاثين ثلاثين وأنا أتوقع أتوقع أن نادي كاظما رح يفرق خلال يعني منتصف الربع الثاني نتيجة الأخطاء الشخصية اللي على فريق نادي القاسية وأيضا البلنتي الآن المبكر اللي بعد دقيقتين ونص بلنتي على نادي القاسية عزيز يسجل وخمسة ثلاثين مقابل ثلاثين خمس لقاط عبد المحسن الموسوي محسن الموسوي يعطيها لصالح ليوسف اقطعها حلوة شوف 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 الاستذباح الكرة وشوف ركتر شوف القتال هذا المطلوب في لعبة كرة السلة القتال على الكرة عبد المحسن الموسوي سبع وربعين ثلاثين والكرة مع روبرت وروبرت يحاول يخترق ويعطيها المحسن الموسوي فاضي سعلة ثلاثية جميلة ويأخذ فاول 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 لصالح الدواري الدواري أخذ فاول يعني سجلها وهناك فاول ويعني رمي على منه يعني الخطأ لشاهد محسن الموسوي والخطأ لصالح الدواري يعني ليش رميه محسن محسن ويسدد بعيد كان أو سايد أو سايد قرار سليم صحح صحح القرار صحح القرار كابتن هادي سعود وأو سايد لصالح نادي كاظمة لأن الكرة الحدث صار تحت السلاوة فهاد السباعي يعطيها لمحسن يا الله كأنها يعني في كرة الطائرة كأنها شبسة في كرة الطائرة بلوك جميل من ركتور شوف 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 الدفاع الجميل من ركتور تايمينج الجميل حلوة وهجمة سريعة ولكن تنقطع تنقطع يقطعها محسن الموسوي من عبد العزيز ريحان يقطعها الكرة النادي كاظمة 37 33 والفرق 4 نقاط والكرة لي عزيز ريحان أحمد البلوشي خارج التشكيلة حاليا يأخذ وقت من الراحة والكرة شوف عزيز ريحان يتخطى يعطيها ولكن صالح اليوسف يأخذها يعطيها لعبد المحسن الموسي يا سلام عليك يا سلام عليك يا محسن أسس جدا مميز جميل يعطيها لي روبرت يأخذ فاول وهناك رميتين شوف الأسس الجميل خلنشوف الكرة من عند من عند محسن خلنشوف الكرة شوف 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 هذا الأوسايد نبيل التمريرة اللي كانت من المحسن المسوي محسن تمريرة جدا مميزة طويلة وروبرت شوف شوف هذا هو روبرت شوف راحين يشوفون يشوفون الزوبرت 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 والفار موجود كرة القدم كرة السلة نحن عندنا الزوبرت راح يشوف الإعادة يشوف الإعادة يشوف التمريرة السلام عليك يا محسن المسوي وهذا خطأ على ركتور خطأ على ركتور الدفعة واحد يقول ملمسها ها شوف شوف تمريرة المات محسن تمريرة جدا مميزة ويبون يشوفون هلو خطأ متعمد أو غير متعمد يشوفون الدفعة شوف دفعة يعني ركتور هل كانت متعمدة يعطونا شوف 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 والله يعني أنا أقدرها متعمدة شوف شوف ما شفنا القرار ما شفنا القرار هنشوف القرار إذا اللاعبين إذا اللاعبين اطلعوا من الزون معنات أنه خطأ متعمد احسبه خطأ متعمد احسبه خطأ متعمد وقرار سليم قرار سليم لأنه ركتور يعني حاول يعمل خطأ ويعني ممكن كان يخل بتوازن اللاعب روبرت وروبرت يسجل خطأ المتعمد لأنه فيه استحواذ أربعة وثلاثين مقابل سبعة وثلاثين والكرة يسجلها الثاني حلوة من روبرت وروبرت اللاعب المحترف في صفوف نادي القادسية يسجل ثلاثة عشر نقطة و الدولي لم يسجل حتى الآن ولا نقطة حلوة ربان جميل من فهاد الاعتبي فهاد الاسباعي والكرة توصل لصالح اليوسف صالح اليوسف يسجل بالمربع جميلة يا صالح ويسجل نقطتين وتقلص الفرق الآن آه تعادل سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين تعادل سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين والكرة لنادي كالما ركتور باقي خمس دقايق لي وليامز وليامز يعطيها لي عبد العزيز الحميج يشوف يقطع همس والموسوي ولكن ركتور على طول وباقي أربع ثواني ثلاث ثواني ركتور ياخذ فاول ياخذ فاول ياخذ فاول في آخر آخر تقيبا ثانيتين وثلاثة عشر يقول يقول إذا تكلمت مرة ثانية تعترضون هذا القانون الجديد ما يصير تعترض على قرار الحكم أو أنك تبدي أي اعتراض ولكن قرار اتخذ ورميتين رميتين لنعلنات القاسية بل أنت ركتور في رميتين تكنيكا الفاول أيضا تكنيكا على على أتوقع يا على محسن أتوقع على محسن أتوقع على محسن أتوقع على محسن المسوي يسددها ضيع من ركتور سبع وثلاثين سبع وثلاثين وما زالت المباراة يعني حامية الوطيس حاليا تعادل ركتور ركز يسدد ويسجل يتقدم نادي كاظمان 38 مقابل 37 محسن موسوي حجمه لنادر القادسية في آخر خمس دقائق من ربع ثاني مقابل أحمد البلوشي عادي للملعب عزيز ريحان شوف محسن المسوي يعطيها للدواري وما هي قلت لكم اليوم هذا حين خامس تمرير أرضية ضائعة من نادي القاسية خامس تمرير بلوشي أحمد البلوشي مع الكرة يعطيها لبرحمها بحلو برحمها لوليامز ولكن ما تصل توصل إلى فهاد السبع يعطيها لروبر شوف التبرير الطويلة للدواري يحط لك وحدة يدواري وضيع ويتابعها ويسجل يسجل الدواري أول بعد خمس عشر دقيقة من بداية المباراة شوف الآن أربع دقيقة خمس وعشرين ثانية برحمة ركتور ركتور رايحة للسلة يعطيها ليه يوسف برحمة ثلاثية حلوة من برحمة ويتقدم فيها نادي كاظما واحد واربعين بعد ما كان متأخر ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين أصبح الآن واحد واربعين تسعة وثلاثين فرق نقطتين لنادي كاظما محسن مسوي ثلاثية حلوة ولكن ضيع لبرحمة يهدي اللعب برحمة لأحمد لبلوشي لبلوشي يلعبها لوليامز لأحمد لبلوشي يحاول أحمد لبلوشي يعطيها يسددها فاضل العب فلوتر ولكن توصل إلى وليامز وليامز يسجلها بكل سهولة وثلاثة واربعين مقابل تسعة وثلاثين والكرة شوف شوف ثلاث دقائق وثلاثين ثانية توصل لي روبرت روبرت يحاول يعطيها لي عبدالله توفيق وضيع من عبدالله لوليامز وليامز لعزيز ريحان أحمد لبلوشي ثلاث دقائق شوف أوهو يا أحمد لبلوشي باص بالخطأ على طول يقنصها اللي هو عبد المحسن المسويه ويسجلها ثلاثة واربعين واحد واربعين والكرة معه عزيز ريحان ثلاثية من عزيز عزيز يا عزيز يا عزيز حلوة حلوة ثلاثية يسجلها عزيز ريحان ستة واربعين واحد واربعين يعني لو تشوف السكور يعني الدفاع مفتوح دفاع مفتوح مفتوح تسجيل سكور يعني ستة واربعين نقطة ما هو قليل والكرة والكرة توصل لفهاد السباعي يعطيها لمحسن مسوي ليه شوف أيضا تبريره بالخطأ يعني عطاها للجردانكو معنى الجردانكو لابس عزرق يعني ما هو لابس لون الأصفر ولكن قد يعني روبرت روبرت يتحسر على ضياء هذه الكرة يعني لعبت بالخطأ بالخطأ شوف 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 محسن شوف لعبها بالفين يعني لا هي لا هي لفهاد ولا هي لروبرت ولكن المسا الكابتن جردانكو وتطوع الكرة خاصة طالما المسا تأحد من خارج الملعب فتعتبر أوت خلاص يعني اعتبر من جزء خارج الملعب والكرة ليه برحمة يعطيها لعزيز ريحان يتركها لي يوسف برحمة برحمة وليامز فاضي يعطيها لي ركتور ركتور يعطيها لي ثلاثية من بعيد واضيع ويأخذها الدواري واضيع من برحمة شوف عبدالله توفيق لروبرت ثلاثية من بعيد الله عليك روبرت حلو حلو ستة واربعين اربعة واربعين نقطتين رجع الفرق الان الكرة ليه عزيز عزيز ريحان مراقبين احمد بلوشي بحسن موسوي برحمة وليامز بلوشي ركتور شوف ركتور سد الثلاثية من بعيد ضايعه ياخذها ركتور مرة ثانية ويلعبها خلفية وليامز يكملها ويتابعها مرة ثانية وليامز وتطع الكرة اوتسايد يصالح نادي كاظما شوف يقول بابتسامة يقول لها في فاول ولكن خلاص الحكم اتخذ قراره اوتسايد باقي من زمن هجمة اثنى اش ثانية اثنى اش ثانية يلعبها توصل الى وليامز وليامز ليه ركتور مقابله روبرت شوف رايح على السلة ركتور والضيع ياخذها الدواري هجمة ليه روبرت والضيع ضيع شوف حمد بلوشي سجله حلوة فاستو بنيك نادي كاظما نادي كاظما يعتمد على اللعب السريع يعتمد على اللعب الخاطف وهذه طبعا لعدم عودة لاعبي نادي القادسية ثمانية وربعين اربعة وربعين شوف الدواري هذه ثاني سكور في الابارات يعني في الربع الثاني سجل اربع نقاط حتى الآن خلال تقريبا تسع تعش دقيقة سجل اربع نقاط وليامز لي يوسف برحمة يحاول يختلق يوسف يعطيها لوليامز ولكن هناك بلنتي وهناك فاول رميتين نقطتين الفارق الآن برحمة والحكم هادي سعود شوف شوف خطاء على عبدالله توفيق عبدالله توفيق عنده ثلاث اقطاء شخصية عندنا عبدالرحمان الشمري عنده ثلاث اقطاء شخصية عندنا اللاعب رقم اربع اربع تعش صالح اليوسف ايضا ثلاث اخطاء شخصية يعني قد تكون يعني عامل قير يعني آمن لنادي القادسية الاخطاء الشخصية وضع من يوسف برحمة يوسف برحمة يسجلها حلوة تسعة واربعين ستة واربعين فرق ثلاث نقاط آخر اربعة واربعين ثانية محسن موسوي محسن يلعبها ليه عبدالله توفيق يلعبها حلوة ولكن كان يبيلعبها لروبرت خلفية ولكن توصل لبرحمة برحمة يهدي اللعب باقي ستة وعشر ثانية تنقطع الكرة شوف تنقطع فاول فاول متعمد على برحمة فاول متعمد لأنه كان متجه إلى السلة شوف شوف يشاور يقول لا يقول انتظر يقول انتظر شوف يعني شوف كان لعب متجه إلى ما كان ما كان آخر لعب هو برحمة كان أمام ما شوف خطأ متعمد يصر على قراره ويراح يرجعون إلى ال اي ار اس عشان يشوف هل كانت الكرة يعني تستحق أن تأخذ قرار الخطأ المتعمد شوف يشوفون الخطأ اللي عملها اللي احتسب الحكم مسفر شوف 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 يعني ما كان ما كان هو آخر آخر لا لاعب اللي عمل الخطأ شوف شوف كان برحمة آه اللي كان حسب على آه اللي هو الفضلي العزيز الفضلي شوف هذه الكرة شوف يعني شوف عبد العزيز الفضلي أن هل هو فاول متعمد وبرحمة كان موجود آخر لاعب و شوف شوف يعني كان كان أمامه ما هو يعني شو لنقرار القرار آه خطأ خنشوف خطأ خطأ عادي ولا متعمد آه خطأ خطأ عادي خطأ عادي عدل قرار الحكم مسفر الرشيدي بعد الرجوع إلى الآي ار اس و ما في رميات باقي 22 ثانية وتسعة آآ بلمية من الثانية محسن موسوي يحاول آآ يخلصها بثلاثية تعادل يخرج من هذه المباراة بتعادل والله كنت توقعت أن يكون نادي كاظ ما يفرق ولكن عاد نادي القادسية ب بقوة و شوف يحاول الآن يتعادل آآ عندنا الفضل وسحم الحياز لنادي القادسية شوف الموسوي وحديث معه أحمد آآ الدواري سجل أربع نقاط حتى الآن محسن موسوي شوف توصل إليه يخطفها آآ برحمة وأوسايد وباقي ثلاث ثواني وأربع بالأمية من الثانية الحكم هاجي سعود شوف الآن دفع شوف تايموت 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 طبعا لتهدئة تهدئة اللاعبين لأنه بدأ تشد للحصاب آآ بين اللاعبين وتبقى معانا ثلاث ثواني وأربع بالأمية من الثانية تايموت 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 شاي الحمل الثقيل روبرت في 16 نقطة مسجل حتى الآن أفضل مسجل النادي كاظمة ركتور مسجل 17 شوف روبرت لهو بنحسن موسوي المحسن موسوي يسجل حلوة نقطتين 51-48 والكرة معه أحمد البلوشي تواصل عبدالله إبراهيم لبلوشي لبرحمة برحمة لوليامز وليامز معا الدويري شوف كل ما طلع وليامز برا سحبت الدويري معاك وممكن تنزل اللي هو برحمة أو عبدالله إبراهيم أيضا عبدالله إبراهيم يقدر يلعب أربعة لأنه في المراحل السنية كان يلعب أربعة عبدالله إبراهيم وعنده القدرة ليلعب بهذا المكان عندنا أحمد البلوشي يلعبها شوف لي وليام ولكن دويري قطعها يعطيها لمحسن موسوي معه ركتور باقي ثانتين على اللي هو المنطقة الخلفي ولكن يعدي محسن موسوي بلوشي لروبرت توصل الكرة للشناوي ولكن ناحية شناوي ركتور ثلاثية من بعيد ولكن الضيع يأخذها وليامز عبدالله إبراهيم سدة ثلاثية حلوة حلوة عبدالله إبراهيم شوف لاعب يعني من الشباب اللي صعدوا من المراحل السنية ولعب في نادي كاظمة حتى الدرجة الأولى 54 مقابل 48 روبرت ليه توصل لعب محسن موسوي فاضي ثلاثية جميلة يسجلها محسن موسوي حلوة من محسن موسوي أحمد البلوشي برحمة يعني كان يحاول يلعب معه مشاري بدهم كفارق الطول بين مشاري بدهم ونشوف يطلب الحكم وأيضا المدرب فانيا يطلب إعادة إعادة اللي يريد شوفون يشوفون الكرة من المست شوف طبعا هذا الجهاز يسمى IRS اللي هو إعادة اللغطة وباتجاه اللي هو سالم الهزاع ومسفر الرشيدي ويطلب من يعني المدربين واللعبين من عدم مشاهدة الشاشة شوف شوف يبي شوف يبي شوف الكرة المست منه وآخر شي شوف شوف يبي شوف الكرة وين المست لعمها هذا يبي شوف اللي آخر آخر لقطة لما اطلعت الكرة أو سايد راح نشوف راح نشوف معاكم كل شي عندنا موجود كل شي جاهز يبي شوف شوف المست الآن يبي شوف آخر واحد المست آخر واحد آخر واحد تكون واضحة شوف آه 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 ولمست أهلا لمست يعني إيد إيد عبد الله لمست إيد عبد الله لمست إيد عبد الله شوف هني برجل آه اللي هو مشاري ولكن آخر من لمسه اللاعب رغم أربعة تعش والكرة صارت لنادي القاسية وهجم النادي القاسية روبرت لدويري الدويري يعطيها بالأوت 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 الدويري الدويري عملها وتمريره كانت المسوي ركتور معه روبرت حلو ركتور تخلص ولكن ضيع هجم لي روبرت شاري ودهوم شوف أيضا نفس العملية تمريرات خاطئة وركتور يخلصها بحركة فنية جميلة يسجلها في سلة نادي القادسية وتقدم 56 مقابل 51 شوف الأخطاء الآن في التمرير و روبرت يعطيها للدويري الدويري يلعب معه وليامز يلعب هوكشات ولكن ياخذها يوسف برحمة ربون جميل وتوصل لي عبدالله إبراهيم عبدالله إبراهيم لبرحمة فاضي يا برحمة ويعطيها لي ركتور فاضي ركتور يلف ويسدد وياخذ فاول حلوة حلوة يعني يستقل شوف يعني اللي أنا قاعد يشوف نادي كاظمة قاعد ياخذ لاعبي القاسية ناحية ريسار وقاعد يفضي شوف ولا لاعب إلا مشاري وياهير سايد اللي هو أحمد الدويري بعد ما أخذ فاول اللي هو ركتور ركتور مسجل حتى الآن عندنا 19 نقطة طبعا في إصابة لمشاري خروج أحتق الدم من فما ولا بد أن يقادر ويعود ليكمل بعد أن ما يتم علاجة داخل المرحب ركتور يسدل حلوة يسجلها 57 مقابل 51 الرمية الثانية لي ركتور يسجل حلوة 58 وخمسين وخمسين سبع نقاط 6 دقائق و40 ثانية روبرت روبرت فهذا السبع مراقب من برحمة توصل لي عبد المحسن موسوي محسن موسوي ودفع ضغط اثنين توصل لكرة لربر ثلاثية من بعيد وفي دفعة دفعة على منه على اللي هو دويري دفع على دويري صاحب الخطأ والكرة لصالح نادي كاظمة عبدالله إبراهيم الساحر إحمد لبلوشي يحاول يخترق شوف 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 يستقل لبرحمة برحمة رايح على السلة ويلعب له هوك شات ولكن ضيع الكرة صالح ليوسف لي عبد المحسن الموسوي صالح ليوسف عليه ثلاث اقطاع شخصية فهد السبع المحسن الموسوي ركتور يحاول يقطاع منه في فاول فاول على ركتور كم فاول عليك ركتور هذا الفاول الثاني ويتبقى من الربع الثالث خمس دقائق وستة وخمسين ثاني شوف شوف الإعادة واضحة واضحة وضع عيد اللاعب على عبد المحسن الموسوي هذا هو ركتور وهذا محسن الموسوي وشوف الكرة توصل فهد السبع يلعبها ولكن يقطعها وليام شوف وليام يلعب يعني فاست بريك صعبة صعبة شوي لنا تقيل الكرة توصل لبرحمة برحمة لي اللي اللي هو أحمد بلوشي مراقبة روبرت بلوشي سد الثلاثية ضائعة ياخذها الدوار يفص بريك سري حلوة لروبرت ويسجلها الله عليك يا روبرت حلوة حلوة من روبرت تسجل النقطة رقم 20 طبعا حتى الآن هناك قلوبنا في المنامة الكويت متقدم في الربع الأول 24 22 وتمنى الاستمرار إن شاء الله ما شاء الله والكرة لي روبرت روبرت وخطأ على يوسف برحمة خطأ على برحمة و حكم هادي سعود شوف الإعادة شوف الإعادة ويانا شوف 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 خطأ واضح شوف شوف خطأ واضح واضح يا برحمة أي كرة يا برحمة لسعت إيده يا برحمة وأخذ فاول وروبرت صاحب 18 نقطة وعند رميتين جه جبار والله من المباراة اللي طافت بلعب بلعب مباراة كبيرة روبرت يؤدى مباراة جدا مميزة وحتى هذه المباراة عندما تصلنا أخبار نتيجة نادي الكويت العميد في مباراة أمام نادي المنامة إذا فاز رح يتأهل إلى خلاص إلى النهائي أما إذا خسر إن شاء الله وما يخسر رح تكون هناك مباراة فصالة في الكويت إن شاء الله في الأسبوع القادم روبرت 58 54 4 نقاط الآن ما زالت النقاط الأربع لصالح نادي كالما أحمد لبلوشي عبدالله إبراهيم شوف ما زال طريقة نادي كالما محاولة سحب الفريق وشوف الثلاثية من ركتور ركتور مسجل 24 أفضل مسجل في المباراة ركتور ب24 نقطة حلوة من روبرت يلعبها للدوارة ولكن وين لعبدالله إبراهيم لبلوشي لركتور قصيرة من ركتور وتطع الكرة أوسايد لصالح نادي القادسية ضاعت من ركتور يعني شوف اللعب لما يكون يسلم الكرة يعني ما فوق الحلق ولكن هو سلمها تحت الحلق وطلعت الكرة أوسايد لصالح نادي القادسية عبدالمحسن موسوي وستين اربعة وخمسين مشاري بدهم يتلقى ما زال جرح بسيط إن شاء الله يعود إلى الملعب وضايع من الدوارة ياخذها وليامز يعطيها لي أحمد لبلوشي لبلوشي يلعبها يلعبها فلوتر ولكن الضيع الكرة توصل لي يقطعها ركتور ولكن صالح ليوسف شوف رايح رايح السلة ولكن الطول الطول أيضا بتركيز مطلوب بتركيز مطلوب أحمد لبلوشي يعطيها لي شوف شوف الكرة لي عبدالله إبراهيم وفي خطأ على الصالح اليوسف وهذا الخطأ الرابع خطأ الرابع على صالح اليوسف اللاعب رقم أربعة تعش من نادي القادسية شوف شوف يعني شوف خطأ خطأ يعني خطأ ما لا داعي ما لا داعي وهناك تايموت يطلبها مدرب نادي القادسية مدرب نادي القادسية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة وصلنا وصلنا إلى آخر ثلاث دقائق وثلاثة واربعين من زمن الربع الثالث وجوردانكو حتى الآن يعني والله بذل جهد كبير يا جوردانكو على حسب ما أنا عرف في ظروف نادي القادسية في عدد الإصابات في عدد ندرة اللاعبين المتوفرين المحليين ولكن أيضا عدم ظهور الدواري بهذا يعني بهذا المستوى مسجل فقط أربع نقاط في يعني سبعة أو ستة وعشرين دقيقة يعني ربع الأول ربع الثانية وست دقائق مسجل فقط أربع نقاط يعني كمحترف فأنت تحتاج إلى محترفة. المحترف للمحترف الكرة الآن لهادي سعود هدي سعود يعطيها لي عبدالأبراهيم عبدالأبراهيم لي وليامز وليامز وروكتور محترفين أمية بالأمية مميزين 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 والكرة شوف عبدالعزيز ريحان روبرت شوف يسدد وضيع الكرة تصل إلى روبرت المقاتل مقاتل القدساوي روبرت أنا بسميك اللاعب اللي مسجل حتى الآن بروحه تسعة عشر لقطة من أصل أربعة وخمسين وشوف التمرير اللي بالخطأ شوف تمريره بالخطأ تمريره بالخطأ كل هذا يأتيه نتيجة التسرع نتيجة اللي هو شوف والله كان عمله عمله تمريره بس ما كان متوقعها اللي هو متوقعها الدواري يسجلها حلوة روكتور روكتور شلع راح فوق روكتور ستة وعشرين نقطة مسجل من أصل ثلاثة وستين تقريبا يعني نص السكول مسجلة روكتور روبرت روبرت لفهاد اسباعي للدواري مع وليامز وش راح يسوي راح هو هو الكرة راح تلي ناديك آآ كازما عزيزي حميدي ركتور ذ الأم除ية ولكن هناك فاول 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 على عبد الرحمن السهو أيضاً عليه أربعة شخصية عبد الرحمن السهو والآن على صالح يقول ما جسي عبد الرحمن السهو خاشوف 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 ما شفناها ما شفناها موباينة موباينة من هالمكان 63 54 والحكم هو الأقرب وداخل الملعب وحسب الآن 300 الآن نادي القاسية عنده مشكلة عنده اللي هو صالح صالح اليوسف أربع فاول عبدالله عبدالله عبدالرحمن السهو عنده أربع فاولات عبدالله التوفيق ثالث فاولات وشوف يسدد الركتور يسجل الرمية الأولى يسدد الرمية الثانية ونقطتين سجلهم الآن 11 نقطة 11 نقطة والرمية الثانية الثالثة ضائعة شوف في عادة للرمية 65 54 وهذا هو روكتور نجم اللقاء بـ 28 نقطة مسجل وأفضل لاعب بعده اللي هو روبرت مسجل 19 الآن 29 29 لهذا اللاعب المميز روبرت والله بهذا الجهد كبير روبرت ولكن لا يوجد من يساعد كمحترف آخر يظهر بصورة بنفس مستوى روبرت فهذه السباعة ثلاثية من بعيد يأخذها الدواري ويسجل النقطة السادسلة في الموارات خلال ثلاث أشواط يعني لو قسمناهم يكون كل شوط نقطتين الكرة معه ركتور مراقبة روبرت شوف ركتور يعطيها لعبدالله إبراهيم يحاول يخترق عبدالله إبراهيم حلوة لوليامز الله عليك يا وليامز الدنك الجميل اللي دنك يا وليامز وتقدم نادي كالبو 68 مقابل 6 وخمسين 12 نقطة الكرة لعبد المحسن الموسوي حلوة يا الموسوي يسجله ثلاثية جميلة تسع نقاط الفرق الآن يعود بين نادي كاظمة والقادسية ركتور صاحب التسع وعشرين نقطة والأخبار إن شاء الله تكون طيبة هناك في المنامة لنادي الكويت والكرة شوف لي روبرت روبرت بتقدم نادي الكويت هناك 33 26 وهنا نادي كاظمة بتقدم 68 59 وفي خطأ خطأ لصالح اللي هو نادي القادسية لعبد الرحمن السهو شوف واضحة واضحة لعبد الله أبراهيم كم فاول عليك يا عبد الله أبراهيم عنده ثاني خطأ وعنده ست أخطاء ست نقاط وهذا هو عبد الرحمن السهو العائد بعد الإصابة وبعيد على المستوى عنده أفضل من هذا المستوى وع دخول مشاري بدهوم شوف يعني شاش على الساس أنه يوقف يوقف إذا كان فيه هناك خروج دم طبعا الحكم رح يستبعده حتى لو كان فيه الشاش يظهر عليه أي لون من يعني اللون الأحمر المدرب من حقه أن يستبعد اللاعب العفاظ على سلامته وسلامة اللاعبين ستين تسعة وستين يا سلام عليك يا عبد الرحمن الشمري و فرق الآن سبع نقاط الكرة للحكم هادي سعود يعطيها لركتور من عبدالله إبراهيم عبدالله إبراهيم شوف الفضلي يحاول يخلص ركتور ركتور يحاول يخترق يعطيها لعزيز ريحان و بالخطأ طبعا تمرير أرضية وتطلع الكرة أوسايد لصالح نادي كابو يطلبون نادي اللي هو كاظمة بأن الكرة لمست أحد لاعبين هذه القاسية شوف 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 والله يعني ما هي واضحة أيضا من هذا المكان والكرة توصل لمشاري من المشاري لروبرت و سبع نقاط وباقي دقيقة في نهاية الربع الثالث عبد الرحمن السهو حلوة ثلاثية ولكن عزيز الحميدي لروكتور خمسين ثانية على نهاية الربع الثالث كاظم يتقدم ثمانية ستين واحسستين ولكن ما زال قاسية في أجوال المبارات حتى الآن روكتور ثلاثية ضايعها شوف الهجمة السريعة روبرت يعطيها المشاري بدهم ثلاثية ولكن ضيع وتطلع الكرة أوسايد 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 على المشاري بدهم سلامات لمشاري أيضا من اللاعبين المميزين لعبوا في نهايات بطورة الخليج مع الكابتن والملك فيصل بروسلي وحصلوا على كاس الشباب في البحرين الكرة معه برحمة برحمة عزيز ريحان عزيز ريحان خطأ على مشاري بدهم شوف شوف يعني عزيز كان يحاول يحاول يسدد الكرة ما في شيء ما في شيء يقوم بالسلام هو هو متحسف يعني على الاختراق هذا ما كمل علشان يسجل وشوف هذا الحماس المطلوب باللعب عزيز ريحان أيضا من اللاعبين المميزين اللي شارك مع صالح اليوسف مع أحمد البلوشي في تحقيق كأس تحت 19 سنة لبطورة المنتخبات الخليجية في البحرين بقيادة المدرب الوطني الكبير الملك فيصل بروسلي ضايع من عبد العزيز ريحان وإيضا كان معهم صالح اليوسف في هذه البطولة وعزيز ريحان يسدد وضيع الرميتين يا عزيز الدواري صاحب الست نقاط يعطيها لروبرت روبرت اللي عنده 19 نقطة جهد كبير في هذه المبارات من روبرت خطأ على عزيز ريحان الآن على نادي كاظما أربع حطاء شخصية بعد هذا الخطأ أي خطأ ريح تكون جزاء رميتين ونفس الشيء على نادي القادسية عنده بلنتي وباقي ثمان ثواني وروبرت بيخلصها ثلاثية روبرت شوف بيخلصها ثلاثية روبرت واضيع الكرة لصالح ليوسف يسددها واضيع الكرة وينتهي وياكم عزيز المشاهدين الربع الثالث بتقدم نادي كاظما 68 مقابل 61 مقابل اشتركوا في القناة 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 إلى آسيا ويمثلنا في خارج الكويت خير تمثيل والكرة مع ركتور ركتور وشوف الدفاع الضاقط ومخالفة المشي بالكرة قرار سليم من الحكم مصفر مصفر الرشيدي مخالفة و74-67 والكرة لنادي القادسية وهجم المحسن المسوي ويعطيها لروبرت المراقب جيدا في هذا الشوت مسجل 2 و20 نقطة روبرت محسن المسوي والضيع ويأخذها ربما عبدالله التوفيق ولكن يأخذها مننا يوسف عبدالله إبراهيم عبدالله إبراهيم يقطعها مننا شوف عزيز شوف عبدالعزيز الحميد يقول له يقول له هدي عطها حق اللي هو صالة للعاب يعني فيه 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 رأيي يقول لك إنه الكل ممكن يلعب في مكان الكل مو صحيح فيه عندك لاعب يكون قيادي لاعب صالة للعاب الرقم واحد رقم اثنين حتى رقم ثلاثة ممكن يقوم بدور صالة للعاب ولكن مو أي لاعب ممكن يأخذ الكرة وخلاص روح يسوي اللي تبيه ولكن هناك طريقة لعب يلعب فيها الفريق شوف الآن يحاول يفضي في ناحية اليسار ويعطيها لي ركتور فاضي ركتور ويسدد ويأخذها فيه هناك حدث تحت السلة شوف ما بين صالح اليوسف وعزيز الإحميدي خاطر شوف على عزيز pakani خطأ متعمد خطأ متعمد على عزيز الإحميدي قرار سليم من حكم المباراة شوف هذا هو شوف 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 آه آه يعني عزيز 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 هو الذي دفع صالح اليوسف عزيز دفع صالح اليوسف وقرار سليم كان يحاول يلفز الفاول الخامس كان يحاول أن يخليه يعمل فاول خامس عشان يخرج من المباراة ولكن القرار السليم من حكام المباراة ضيّعها صالح اليوسف خطأ متعمد أيضا احتسب لصالح صالح اليوسف على عبد العزيز الحميدي المشاقب دائما سجلها حلوة 68-74 6 نقاط نذكركم المباراة السابقة انتهت في نتيجة 89 مقابل 83 بين القادسية وكاظمة ويسددها روبرت وربونت من ركتور حلوة شوف الخبرة خبرة من ركتور يضربها في قدم عبدالله التوفيق عشان ياخذ الأوسايد والكرة لأحمد البلوشي شوف 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 ركتور ضربها في اللي هو عبدالله التوفيق علشان ما تحسب على النادي كاظمة احمد البلوشي يلعبها لعزيز ريحان ولكن ضيع شوف الهجم السريعة شوف عزيز ريحان يعني المشاكس وحاول يقطع الكرة ولكن فاول 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 دفعه وفي أوسايد الآن على شوف شوف العادة شوف شوف يعني انت دخلت انت بيدك ليسار دخلت في حيز اللاعب له عبدالمحسن المسوي قرار سليم نحكم المباراة شوف الكرة الآن خروج عبدالمحسن المسوي دخول مشاري بدهوم الكرة لنادي كالما برحمة لحمد البلوشي بتقدم نادي كالما ست نقاط يوسف برحمة أحمد البلوشي ثلاثية من بعيد وضيع صالح اليوسف روبرت مراقبة عزيز ريحان فاول شوف شوف يعني محاولة يسدد عشان ياخذ اللي هو إذا شجل يسجلها نقطتين ولكن حكم لهو سالم نزاع يقول لا الكرة ما زالت خارج التصويب وشوف شوف حسف فاول الآن قبل يدخل على السلة وشوف يأشر بأن لا يوجد تزديد والكرة مع روبرت روبرت عنده 22 نقطة وتطلع الكرة من وليامز وليامز حتى الآن ما شفناه وليامز ما شفناه في الربع الرابع الأخير خمس دقائق وخمسين ثانية تفصل نادي كاظمة عن التأهل إلى النهاء حلوة من صالح اليوسف أربع وسبعين رجعت الأربع نقاط مرة ثانية للفرق بين نادي كاظمة ونادي القادسية لبلوشي لريكتور ريكتور لأحمد لبلوشي ثلاثية من بعيد الله عليك الله عليك يحمد لبلوشي ساحر الكرة الكويتية ثلاثية جميلة حلوة سبع وسبعين سبعين خمس دقائق وخمسة وعشرين روبرت روبرت يحاول ويأخذ فاول ويسجل يحسبها الحكم يحسبها لأنه كان في حالة التزديد على الكرة سبع وسبعين اثنين وسبعين سجلها هناك رمية إضافية اختراق جميل من هذا اللاعب اللي هو روبرت روبرت مسجل 24 نقطة 24 وعندنا ثلاثين نقطة لريكتور من نادي كاظمة وفي رمية إضافية وهل يسجل ويصبح سكورة 25 نقطة لهواب حلوة يسجلها روبرت 77 73 ويرجع لأربع نقاط ركتور يقطع حملنا روبرت شوفوا الهجم السريع على القادسية ويسجلها ضيع ويكملها صالح اليوسف وفاول فاول فاول صالح اليوسف على ركتور كم فاول عليك يا ركتور خلنشوف ركتور دخلت بمرحلة الخطة لأ ثالث فاول على شان ركتور شان ركتور في رميتين صالح اليوسف شوف شوف هذه الكرة الضائعة وشوف حاول نكملها صالح اليوسف اللي هو عبد الله توفيق وهذا الفاول صالح اليوسف على ركتور شوف خمس دقائق وهناك تايموت تايموت طلب مدرب نادي كاظمة شوف ما زال اللي هو شار بدهم تلقى العلاج لبعض خروج الدم من فم اللاعب وأيضا جانب من فريق نادي كاظمة الآن الأربع نقاط هي الموجودة والفاصلة ما بين نادي كاظمة والقاسية من بداية الممبرات ولكن قد تكون مرحلة خطرة الآن يعني إذا قدر نادي القاسية يخطف كرتين ويعني يتعادل ويصنع الفارق في نقطة أو نقطتين وقد يكون يعني كل شيء كل شيء ممكن يصير الخبرة الآن مفروض تكون داخل ملعب السرعة محاولة الدفاع المميز عدم فقد الكرة تسجيل السكور المطلوب ونادي كاظمة عليه بالنتي نادي القاسية عليه خطائين فقط الآن ممكن يستقل نادي القاسية في أي دخول رح يحصل على فاول وإذا كنت مميز في تسجيل رميات الحرة ممكن السجل وتعمل الفارق وتقلص الفرق اللي هو أربع نقاط 77 مقابل 73 جودانكو والله بذل جهد كبير ويعني إعداد جيد ومميز لفريق نادي القاسية على يد جودانكو الخبير في يعني لاعب نادي القاسية والله يعني الحق يقال الحق يقال بحق جودانكو أفضل من المدرب السابق وأيضا الشيء المميز الآن لاحظت شخصيا الروح القتالية الموجودة في فريق نادي القاسية والعودة إلى إن شاء الله منصات التتويج شيء مميز إذا كان نادي القاسية يكون من الأندية التي تنافس على بطولة الدورية تنافس على بطولة الكاس ويرتفع المستوى العام لعبة كرة السلة سبع وسبعين مقابل خمسة وسبعين وأيضا هناك خطأ لصالح نادي القاسية شوف هذا الدفعة الدفعة من وليامز عطت لهو الدويري عطتها رميتين شوف هل قتلكم هذا الحين شوف يعني الآن نقطة وحدة إذا قدر نادي القاسية تعادل قد يخطف المباراة من نادي كاظمة على نادي كاظمة أربع أخطاء شخصية وخطأين فقط على نادي القادسية ويضيعها الدويري ما زال الفرق لصالح نادي كاظمة أحمد البلوشي يعطيها ليركتور لبرحمة برحمة لأحمد البلوشي يبحثون شوف ضغط أحمد البلوشي فاضي فاضي يا برحمة ويضيعها برحمة شوف الآن في الهجم السريع لروبرت وفاول على أحمد البلوشي هناك رميات هناك رميات هناك رميات اللعب السريع الآن سلاح نادي القادسية وهذا ما يتميز فيه نادي القادسية على يعني شوف يرجعون يرجعون إلى شوف لا ما رح يرجع خلاص عزبه فاول و آه يبي يرجع شوف يبي يرجع إلى إرس يبي يشوف هل هو خطأ متعمد أو غير متعمد يبي يشوف يبي يشوف يعني بلوشي لو كان متمركز عدل يعني لو مو معطيك كشفة كان معطيه صدرة ممكن يحسب الحكم خطأ هجومي ولكن قد يكون هذا الخطأ قد يكون يعني أنا حط 75 بالأمية متعمد 75 بالأمية هنشوف هنشوف يبقى الرأي للحكم شوف 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 الآن شوف الآن الحكم رح يعطي قرار للحكم سالم عزبه شوف شوف آه خطأ عادي خطأ عادي خطأ عادي رجح رجح بأن قير متعمد وقال القرار دائما نحن نشتهد ولكن يبقى القرار لحكم المباراة وباقي أربع دقائق بستة واربعين ثانية وتعاد الآن سبعة وسبعين سبعة وسبعين والآن ممكن تترجح الكفة لنادر القادسية إذا سجل إذا سجل روبرت قطاح نادر القادسية ممكن هو يكون الليدر شوف سجل حلوة تسعة وعشرين سبعة وعشرين نقطة لروبرت مقابل ثلاثين نقطة لربتور اختفى ربتور في الربع الرابع مع وليامز شوف الآن أحمد البلوشي بلوشي يعطيها لبرحمة ضائعة من برحمة يأخذها صالح يوسف يعطيها بالأمان لروبرت شوف الآن القادسية تقدم ثمانية سبعين سبع وسبعين ثلاثية يا روبرت وتضيع وترجع لي ركتور ركتور مع البلوشي يعطيها لي ركتور وكان مفروض يكملها ركتور روح على السلة يا ركتور شوف 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 أحمد البلوشي ثلاثية الله 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 عليك يا أحمد البلوشي يتقدم ثمانين ثمانية وسبعين نقطتين شوف أحمد البلوشي يصنع الفرق الآن لصالح نادي كاظما روبرت عبدالله توفيق لي روبرت روبرت يحاول يسد الثلاثية حلوة لعبدالله توفيق تحت السلة ولكن الضيع منك يا عبدالله الضيع منك يا عبدالله توفيق لو كنت لعبها على الطائر كان أفضل والكرة من أحمد البلوشي والكرة الآن مهمة لابد نسجلها عشان ترجع الفرق اللي هو أربع نقاط أحمد البلوشي شوف البلوشي اللي بلعبها لويليامز البلوشي يعطيها لبرحما يا سلام عليك حركة جميلة وخطة مميزة من نادي كاظما شوف شوف المدرب يهنيهم لأنهم يهنيهم عليها الخطة شوف شوف المدرب شون يهني اللاعبين شوف البلوشي سحب اللاعبين وفض فض اللي هو فض لمنطقة الزون وشوف احتفالية المدرب كان فانيا فانيا شوف فانيا لعبها لعبها صح واثنين وثمانين مقابل ثمانية وسبعين والفرق أربع نقاط لنادي كاظما رجع تقدم نادي كاظما رد نادي كاظما ما يبي العب مباراة فاصلة يبي يوصل إلى النهائي هذا هو فانيا مدرب جدا مميز كان يدرب في نادي الكويت وثم انتقل لتدريب نادي كاظما ثم ذهب إلى البحرين وشوف التمرير الجميلة لبرحمة اللي خلصها تبعي لاعب يخلص شوف 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 الشوء الاحتفالية لأن شوف هذا التواصل ما بين اللاعب وما بين المدرب يعني يعبر أن هذه طريقة ملعوبة مرسومة مرسومة في التمرين ولكن تنفذت في المباراة يعني هذا الرأي هناك رأي يقول لك اللاعب عطى خمسة يام تمرين وعطى يوم مباراة لا لازم يكون هناك توازن ما بين التمرين وما بين المباريات وطبعا المدرب التمرين يحطهم داخل هذا المدرب يعني جدير جدير بالإشهادة أيضا لا ننسى دور جردانكو أيضا من المدربين المميزين اللي يعني وصل بنادو القاسية إلى هذا المستوى يعني فرق الآن أربع نقاط كان القاسية خسر بالفارق كبير قبل مجيء جردانكو ولكن عودة القادسية إن شاء الله تكون عودة مميزة لكرة السلة الكويتية والكرة لعبد الله توفيق عبد الله يعطيها لصالح اليوسف صالح اليوسف يحاول يخترق ويسدد ويأخذها برحمة ويعطيها بالأمان لساحر الكرة الكويتية شوف الله عليك الله عليك يحمد البلوشي يعني تمريرها سحرية قوسية جميلة يترجمها اللي هو ويليامز دنج أو نقطتين في سلة نادي كاظما 84 78 6 نقاط عبد الله توفيق شوف ركتور ركتور أربعة على ثلاث يعطيها لبلوشي بلوشي يحاول يخترق ويلعبها ليه يوسف برحمة يقول له هدي هدي معانا الوقت عندنا 6 نقاط وشوف الآن ركتور ركتور يشوف في خطأ 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 هجومي خطأ هجومي على ركتور يعني ركتور كنت قايب قايب وصالح اليوسف شوف التمرير الجميل حلو حلو والله دنج جميل شوف مو وليامز أحمد البلوشي هو صاحب النقطة أول اللي أعطاه أعطاه هذه التمرير الجميلة ودنكها على طول وليامز روبرت ثلاثية لتقليص الفارق وروبرت شوف محس المسوي وضيع ياخذها روبرت ويسددها وضيع صالح اليوسف وضيع وليامز وليامز يقولهم هدو هدو الكرة عندي عبدالله إبراهيم معا الكرة ياخذ فاول فاول ليقاف الوقت من الدويري الدويري صاحب ثمان نقاط يعني لو قسمنا ثمان نقاط على أربع شواط عشر دقائق يكون حاط في كل شوط نقطتين وشوف المحترفين آخرين اللي هو روبرت مسجل سبع وعشرين وليامز مسجل أربع تعشر نقطة عندنا اللي هو ركتو مسجل ثلاثين نقطة والكرة مع أحمد البلوشي بلوشي حاولت ضاعت وتمشيت الوقت باقي ست ثواني ركتو يحاول يسدد كبير يا ركتو ثمان نقاط ستة وثمانين مقابل ثمانية وسبعين والكرة مع محسن الموسوي روبرت يسدد يوصل الكرة من ركتو ليوسف برحمة ولكن يتعرض لإصابة يوسف برحمة سلامات ليوسف برحمة سلامات ليوسف برحمة شوف 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 آها آها تعرض لضربة من صالح يوسف وقد يكون يعني قير قير متعمد شوف شوف والله يعني نحن نحط النية النية إنه مو متعمد يعني الواحد الواحد يعني قد يكون اندفاع اللاعب هو اللي تسبب ولكن الحكم هو صاحب القرار انقطها برأس الحكم الحكم هو صاحب القرار وصالح ليوسف ثلاثية من ابعيد وضيع وياخذها روبرت روبرت حلو حلو يسجلها روبرت باقي دقيقة واحد ثلاثين ثانية ستة ثمانين ثمانين ونشوف مصفر الرشيدي شوف شوف على عبدالله ابراهيم على عبدالله ابراهيم الخطأ وهذه الرمية الإضافية مهمة يا ركتور والله سويت اللي عليك روبرت سويت اللي عليك تسعة وعشرين نقطة بروحه بروحه مسجل تسعة وعشرين نقطة وهذه النقطة رقم أهضار شوفوا اليامس يعمل فاول عشين يوقف الساعة بلوشي عبدالله ابراهيم مرر الكرة شوف الضيع منها ياخذ صالح اليوسف ومعركة الحصول على الكرة وسهم الحيازة لنادي كاظمة شوف بلوشي يقولها مرر مرر وهذا الصح انت عشان اللاعب ما يسوي عليك فاول ويوقف الساعة مرر مرر الكرة ولكن شوف 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 ضربة قدم صالح اليوسف وشوف يعني هناك خطأ لصالح صالح اليوسف لأن عبدالله ابراهيم هو من قفز على صالح اليوسف واخذ فاول وهناك رميتين شوف هذه الأخطاء البسيطة ممكن تخسرك المباراة شوف 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 هذا يسجل الصالح يوسف 81 الآن خمس نقاط تعادل نقعة خمس دقائق ما في ولكن ياخذها عبدالله ابراهيم تصل إلى ركتور ياخذ فاول ياخذ فاول خمسة خمسين ثانية شوف هذا هو ركتور أيضا ركتور وشوف جوردانكو جوردانكو والله بذلت جهد كبير يا كابتن بذلت جهد كبير بتقيير صورة نادي القادسية لهذا الشكل القتالي الحماسي اللي طبعا الكل الكل من محبين نادي القادسية يتمنى يتمنى ويحب عودة نادي القادسية إلى منصات البطولة وشوف هذا الطفل الجميل يجاي يشجع نادي كاظمة باللون البرتغالي عنبارات الكويت شوف يمكن يمكن قاعد تابع عنبارات نادي الكويت في المنامة من حظ كنت قاعد شوف وإحنا قاعدين ما نشوف والكرة 52 الكويت و45 لنادي المنامة وإن شاء الله هذا في الربع الثالث نحن الآن بالربع الثالث هناك في المنامة في الربع الثالث في الكويت ما زال شوف في بعض الأندية إذا لعب خارج أرضه يلعب أفضل من داخل أرضه وهذا إن شاء الله ما يكون لنادي الكويت الكويت صاحب الخبرة صاحب بطولة الخلي صاحب البطولة العربية ونتمنى إن شاء الله أن يكون أيضا صاحب البطولة الأسيوية تمنياتنا العميد و86 81 ويسجلها 87 81 6 نقاط محسن مسوي ثلاثية ثلاثية تحتاج إلى ثلاثية شوف محسن موسو يسدد وليامز بالأمان فاول صالح اليوسف يودع يودع المعرف صالح يوسف هذا الخطأ الخامس شوف عزيز الحميدي يقول هناك في رميتين لوليامز وليامز أيضا لاعب مميز في الرميات الحرة يعني آخر مرة سدد سجل الثنتين روبرت وهذه الساعة وهذه الساعة شوف واضحة أمامكم شوف يعني روبرت مسجل 29 الدواري 8 هذا المحترفين في مقابل هناك 16 33 نقطة لروكتر و14 نقطة لوليامز ولو حسبنا سكور وليامز وروكتر هما يكون مسجلين نص سكور الفريق وبهج اللعبين المحليين مسجلين لسكور الفارق اللي عمله النادي كاظمة الآن 88 81 والرمية الثانية لوليامز لاعب كبير والله يعجبني وليامز يعني خاصة لما لعب في بطولة قرب عاسيا ويسجل الثنتين وروكتر أيضا كان من نجوم اللاعبين تايموت يطلب مدرب نادر القادسية تايموت هذا هو جردانكو رقم يعني هذا السكور يا كابتن جردانكو إلا أنك يعني عن جدارة وواحد يقول كلمة الحق بحقك أنك أنت حضرت إلى الكويت بفترة قصيرة لا تزيد عن أسبوع وقلبت حال نادر القادسية بهذا الشكل بهذه الصورة القتالية اللي قاعد يلعب فيها نادر القادسية رقم الإصابات الموجودة رقم ابتعاد بعض اللاعبين عن نادر القادسية إلا أنه بقيادتك بذل جهد كبير وعملت يعني مسجلت 81 نقطة على نادي كاظمة اللي يعني تميز باللعبين النجوم كاظمة باتجاه التأهل النهائي خلاص إلى النهائي وراح يقابل لكويت في النهائي على بطولة الدوري الممتاز وأيضا هناك بطولة أخرى بطولة الكاس شقالة يعني عندنا الآن الأسبوع القادم أيضا مباريات يعني خلال هالأسبوع الأسبوع القادم فيه مباريات اللي هو مباريات الكاس وراح ينتهي الموسم إن شاء الله قبل 31 35 سيكون الدوري كامل الآن الدوري المراحل السنية خلصنا نبارك النادي الكويت أمس فازوا في كأس تحت 17 سنة بالمركز الأول ونادي القرين المركز الثاني ونادي القاسية المركز الثالث نبارك لهم جميعا والكرة لي روبرت مع الكرة ثلاثية وهذا الصح لعب الثلاثيات ركتور العباس العباس أحمد البلوشي وآخر 35 ثانية عشان ما يعمل فاول قطاعها محسن مسوي من عبدالعزيز الأحمد ثلاثية من المشاري وضيع الكرة العبها شوف اطلعت الكرة اطلعت الكرة والسايد من عبدالله عبدالله براهيم باقي 23 ثانية وفي فرصة شوف الاجهاد على روبرت ثلاثية من الشمر من عبدالرحمان السهو الشمر ويقلص الفرق الان 89 84 وفي فاول فاول صالح بالعزيز الحميد 19 ثانية وتسعة بالامية ثانية قد تكون هذه تصل الى خمس دقائق اذا كان هناك خطأ 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 ممكن كل ساعة اللعب يوقف وتستمر المباراة 89 وهذا الابتسام الجميل يا المشاقب يا عبدالعزيز الحميد بيدك رميتين لازم نسجلهم عزيز الحميد يضيع الرمية الأولى الرمية الثانية لعزيز الحميد شوف يسدد سجلها يا عزيز 90 90 84 6 نقاط هجم سريع لنات القاسية يبحث عن ثلاثية ويقطعها بلوك حلو عبدالله إبراهيم شوف 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 الكاظم الآن بديه هدي بديه هدي شوف فاول 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 وعلى ركتور رح تاخذ رميتين عشر ثواني خلاص خلاص يعني حسمها حسمها نادي كاظم في آخر 11 ثانية وهذا الحكم هادي سعود وهناك رميتين لركتور وعشر ثواني ويبارك لنادي كاظم وصوله إلى النهائي يقابل نادي الكويت في النهائي إن شاء الله ونشوف متى رح يحدد الاتحاد لهو موعد هذه هي النبارات لأنه تداخل الآن معنا لهو رح يلعبون الكويت مع كاظم خمس مباريات ليفوز بثلاث يكون هو صاحب البطولة بطولة الدور الممتاز وهناك خطأ خطأ يعملها حمد دبلوشي عشان يعني يوقف الثلاثية ليسد الثلاثية هذا حمد دبلوشي يشوف ابتسامة ابتسامة ساحر الكرة الكويتية لها معنى شوف عبد الرحمان السهو يضيع السهو 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 يضيع الرمية الأولى الرمية الثانية ضايع يأخذها حلوة عبد الرحمان يسجدها ويسجلها ستة ثمانية واحد تسعين عشر ثواني وأيضا شوف 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 هالفولات هذا اللي قاعد توقف توقف الامبارات توقف الساعة وعندنا واحد وتسعين وسجل يا بلوشي واحد تسعين ستة وثمانين في رميتين شوف محتج اللي هو جوردانكو وأيضا خروج عبد الرحمان الشمري عبد الرحمان السهو دخول يحياء الشناوي لعب نادي التضامن السابق وهو مصري الجنسية ومن موالد الكويت ويلعب مع نادي كاظمو بهذا الموسم بعد انتقل من نادي التضامن وأحمد البلوشي سجل ثانية باقي أربع ثواني والله يخلى يسوي دريبل وخلى يسدد عشان نخلص المبارات ويسجل ثلاثية حلوة اثنين وتسعين تسعة وثمانين وتنتهي عزاء المشاهدين المبارات بفوز نادي كاظما بنتيجة اثنين وتسعين مقابل ستة وصولكم الى النهائي وهارتلك لنادي القاسية وشكرا للمدرف جوردانكو على هذا الاداء المقنع لنادي القاسية لكم تحياتي تحيات برجل تنبارات كوثر عباس ومحدثكم وليد محارو القحطاني ونعود لستيديو التحليلي مع زميل ابراهيم عقيل وضيوفه كابتن عبدالله الصراف ومحمد المطيل